مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من حلقات اخبار دولة الاحتلال وصديقنا الدكتور احمد فؤاد انور مساء الخير معا الدكتور اهلا سيد دي صديق الغير ربنا يخليك ويسعدك احنا النهاردة بنسجل الحلقة يعني صباح او ظهر يوم تمانية ابريل وفي احداث كتيرة في الايام القليلة الماضية على المستوى العسكري على المستوى الدبلوماسي او السياسي واخبار اخرى بالاضافة انه انبارح كان ذكرى يعني او يوم اللي بي نصف عام نصف عام على الحرب ستة اشهر على الحرب واسرائيليين يعني اعادوا على الاقل على المستوى الاعيال الاعلامي تقييم ما جرى فايه رأينا حضرتك نبدأ الاول بالتطورات العسكرية حتى الان يعني التطورات العسكرية يوم ستة ابريل او الامس كان في جثة قالوا الكوات الاحتلال متحدث باسم جيش الاحتلال ان احنا عملنا انجاز ان احنا عملنا عملية جريئة داخل قطاع غزة استطعنا من خلالها التشال جثة والعودة بها لاسرائيل من المحتجزين والاسرى لدى حركة الجهاد هو طبعا بعد كده الانجاز تحول الى لطمة على اه وجه الاحتلال بما على ان شقيقة المحتجز اللي ده ظهر في فيديوهين قبل كده في اه اه تسجيلات لحركة الجهاد الاسلامي وناشط بسرعة اطلاق الصفقة وتمريرها فهذا الامر لم يتحقق فانتم اتأخرتم انتم المسؤولين يعني كان ممكن يرجع عايش لكن ده ما حصلش بسبب اه الجانب الاسرائيلي شاقي زوجة رون اراد وده ملاح اسرائيلي وساعة طيار اه افقطت طائرته في لبنان سنة ستة وتمانين حركة امل اعلنت بان هو في حوزتها وانها مستعدة التفاوض بعد ذلك يبدو ان هو خططف بالحركة امل وفصيل تاني يعني فصيل تاني زهب الى سوريا تم الزهب الى ايران يعني لم يتم تتبع مسارته بعد حركة امل اين زهب فبالتالي الشخصية دي اللي يا زوجته بقت مهمة بما صفاتها اللي عندها خبرة كيف يتم التعامل من الحكومات الاسرائيل المتعاقبة مع هذا الملف فبيقولوا ما تخلوش ال134 اللي فضلين يبقوا نفس المصير ده بتاعهم اراضي اللي احنا مش عارفين نرجعه مش عارفين عنه حاجة فالانجاز تحول يعني الى لطمة على راجل الاحتلال الامر التاني اللي الاحتجاجات داخل اه اه امام الكنيسة وامام منزل رئيس الوزراء تم وصفه بلا محاول الاغتيال لتانياه اللي تم اختراق الحراجز الامنية بهدف اغتياله ده مين اللي وصفها بالاعلام الاسرائيلي مسلا اليمين للمتطرف انصار لتانياهو يقول لها ده مش محتاجين ولا حاجة دون نخبة يعني ايه نخبة كوماندوز حماس فبالتالي اعلم الحق اللي لقتلهم حق اللي انا اصفيهم حد قال كده فعلا هم نخبة اه نخبة حماس يعني الرسالة وصلت اعلم مفروض اعمل ايه مع كوماندوز حماس ما اصفي انا دوري لا لا اضمار لا ناس اتحقي انه هم وصفوا المتظاهرين اللي في قلب القدس او تل ابيب على انهم كوماندوز الحماس راكب عربيته مع مراته واشتبك لفظيا مع المتظاهرين انتو قفلين الطريق انتو كزا انتو خاولة انتو كزا ومراته اشتغلت يا كبال مش مباك كل دليا موثقة وفجأة دهس مجموعة من المتظاهرين المحتاجين الاسرائيليين موصفهم في دماغه وطبعا دول حماس ومتنكرين او خاولة على اقل تقدير فبالفعل بعد بضعة امطار حوالي 20-30 متر تم ايقافه في حاجز املي ملعب الهوم يعني هو حتى لم يعني يعتذر او يسعى لمساعدة ملتم دهسهم فبالتالي الامر ده تفاقم بشكل كبير لمعسكرين معسكر مساند رئيس الوزراء بقى نتاليا التار اللي هو يخش في الموضوع معسكر بيساند اللاعب وقول كان عنده حق وعسكر بيدفعه وطبعا بيدينه اه بالضبط وتم اعتقاله على زمة التحقيق والبعض متعاطف بيقولوا انه هو يعني الدواسة كان فيها مشكلة هي سيارة كهربائية بالفحص الفني طبعا اللي ما فيش حاجة في الدواسة دواست البدال يعني فده اضيف ليه اللي هو شخص خطر اللي هو تركبته فعلا شخصية متطرفة حريات اثبتت دوت واعترفت دشرة تتل الاحتلال فالانقساب ده يعني وصل الى حد غير مسبوك اللي هو تصوير بل يحاصرون بل زلة نتالياهو بلهم يحاولون اجتياله ده الاغرب انه حد يدافع عن حد اتل اه يعني مش اتل فلسطينيين ولا يعني اي جنسية غير الاسرائيليين ده اتل اسرائيليين طب ونتانياهو علق على الحادث اه علق بقى المسك العصاب النص قال له ضدوا دول وضدوا دول دول يستخدموا العلف محتجين دول بيستخدموا العلف ضد الشرطة ولا ضد ده وفي لفس الوقت الراجل ده مرده غلطان يعني بقى هل دهسه ده ادى الى وفيات ولا كانت حوادث اصابات عظيم جدا طيب ده كلها يعني يعني تفاصيل مهمة لكن في الحدث الاجبر امبارح كلنا تابعنا اعلان وزير الدفاع الاسرائيلي او الجيش الاسرائيلي وهو بيعلن عن سحب معظم قواته كم عدد القوات التي انسحبت ولماذا امس وماذا يعني ذلك هو طبعا يوم سبعة امبارح تم الاعلان عن سحب كل الفرق كان فيه السيد عندنا خمس فرق ونص كل فرقة من لوائين الاربعة ففي المتوسط كان فيه سبعتاشر تمنتاشر لواء داخل قطاع غزة ده في ذروط الحرب اه وطبعا الحجد الاحتياطي تلتمائة الف احتياطي قوات الاحتياط الحجد ده تقلص الى لواء واحد بس يعني احنا كنا بديتكلم انه في ذروط الحرب نقول بسلا من ثلاث شهور احنا كنا بديتكلم خمس فرق ونص كل فرقة تحتوي على ثلاثة الوية في المتوسط اه فحاليا فيه لواء واحد بس اللي هو محور نتساريم موجود على محور نتساريم فيه منتصف قطاع غزة اه من الارادي التمانية والاربعين الى البحرة المتوسط العمق ده يطلع مسلا سبعة كيلو ولا حاجة وكاين لها اشارك بروق انا واقف له انشاء اللي يعدي اقول له اتعدي اللي هدى الفين لا ده قابل التفاوض طبعا الف سلام عليك الاول واضح اه واضح ان انت عندك برد شديد يعني و بالعتزر لا لا الف سلام ده احنا اللي بنعتزر احنا تعطيك معنا يعني انما للتوضيح اكتر احنا هنا بالنسبة لنا بقطع النظر عن قبل مسألك عن تحليلك هو المعلن امر يبدو غريب شوية اي بالنسبة لي ما عرفش ينكن لو حد من اصدقائنا العسكريين يقولولنا اي انه انا كجيش بعلن انا بمفروض ان الموقف العلني ان احنا نستعد ولا تراجع عن اقتحام رفح وباعتبار ان اقتحام رفح ده هو من سوف يحقق ما سوف يحقق النصر النهائي بالقضاء على الاربع اه اه الوية المتبقية مش كلا برضو اربع الوية المتبقية لحماس في جنوب المتبقية لحماس متكاملة يعني في الجنوب ولكن بينما هم بيستعدوا لتحقيق هذا الهدف بيعلنوا عن سحب معظم الويتهم اللي هتقوم بهذا الهدف صحيح هم قالوا احنا عملنا كده علشان ندربهم على الهجوم الكبير على رفح اي يعني ماذا قيلة في الاعلام الاسرائيلي الناس مصدقة الكلام ده ومقتنعين بي مش صدفة ان انت كن رايح القاهرة بكرة وتنفذ مطالب حماس اصلا مطالب حماس واقف العدوان واحد اتنين سحب القوات مطالب التالت رئيس الموساد قال هل هو بدي فيه مرونة اللي هو عودة الناس الى شمال القطاع غاز ففضل الاعداد الصفقة اللي هو ده البندر الرابع اللي تبقى صفقة يعني تبادل الاسرة اه يعني مشرفة اللي هو تبادل الاسرة حماس بتطلب ان تكون مقبول الاعداد اللي هي طلبتها في مقابل كل اسير يفرج عنه اه احنا بنتكلم على 40 قصاد 800 اه اسرائيل بتقول الاربعين قصاد 700 ماشي مفهوم دي في التفاصيل اه في التفاصيل لما المبادئ نفسها تم اقرارها من الجانبين بل واسرائيل اللي بتدت تنفزها احنا كمال شوف له الدكتور دياء رشوان بيطلع يصرح ده مؤشر بان الصفقة اقتربت تسرحات قبل مسألك عن دياء رشاد والصفقة لاننا هتكلم على المفاوضات انا بتكلم الاول على عملية سحب القوات اللي هو ده كان مثير للدهش طبعا لا هو طبعا بيقولوا اللي هل هو ضغط امريكي ويجوز انه هو ضغط امريكي لما في النهاية دي كانت وفق رئيس الاركان لسه بالاسبوع طريقة للضغط العسكري من اجل الافراج على المحتجزين الوجود هزي القوات والاستعداد لدخول الرفح كانوا بيعتبروا طول الوقت بيقولوا ضغطه على الحماس الفاوض الاسرائيلي في مواجهة المقاوم فبالتالي هو عمل عكس اللي قال تاني حاجة فين اهداف الحرب انا دلوقتي يا السيد عندي محور لوجيستي القوات اللي في الجلوب دي اللي هي مواجهة رفح ومتمركزة بقى الاربع شهور في خان يونس بتحتاج وقود تحتاج زخيرة تحتاج غزاء طبعا فالمحور اللوجيستي ده بيبقى فيه قوات راجلة بتأملوا رايحة جاية في دوريات لما تلاقي هي ركام حطام للمنزل بالملازل تردب عليه رصاص تردب عليه مقدفعية خفيفة وبعكا تقترب فالمهم المقاومة عملت فيهم حركة جميلة جدا عرفت النظام واستنت لما الدار بده اشتغل وطلعوا من بين الركام من نفق واستردوا نقيم وثلاثة من دبات الصف دول الأربع اللي في خان يونس من حوالي من ثلاثة يعني قبل العلال لنسحب 24 ساعة فبالتالي المقاومة موجودة في خان يونس طبعا دلوقتي انسحبت وما بقاش فيه غلواء في نتساريم اللي هو الطريق المحوة بعدها من خان يونس طلعت راشقات صاروخية خمس سواريخ الى داخل اسرائيل ده مبارح بقى اه معلها 7 ابريل اه معلها ايه اللي في رفح اسرائيل بتقول فيه اربع كتائج تضح اللي في خان يونس المقاومة مستمرة اه وطبعا الحراك لاحظ اللي فيه معسكرات في الوسط لم تمس المخيمات لم تمس في الوسط فيه معسكرين لم تدخلهم القوات الاسرائيلية ما يعرفش على حاجة فزي ما يقوله كده القوات المقاومة بخيرها يعني ما حفش حد تعرض لها ولا اشتمكت ولا اي حاجة البلية التحتية بتاعتها موجودة هل الوضع في شمال غزة مستقر لا طبعا برضو فيه مناوشات فيه مقاومة مستمرة فيه رشقات صاروخية من شمال الاختار غزة انا انا عارف انه ده رأيك بس مرة تانية هل الاعلام الاسرائيلي بعضه تقبل تفسير وزير الدفاع ان سحب القوات هو الاستعداد للهجوم الكبير ام انه الغالب عليهم ان هما اعتبروا ان هذا نوع من الاستجابة للضغوط الامريكية علشان تبدأ المفاوضات لا انا بتكلموا اكتر مني انا رجل باحث هما بالنسبة لهم الموضوع يعني بعير يعني ايه مشتعل بعير يعني مشتعل انا بالنسبة لهم رجل مراقب هما بالنسبة لهم النار هتمسك فيهم اسرائيل نفسها في خطر فانا ميش بخفف انا بتكلم يقول الفشل 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 ده لمبارح الكلام ده اه كلمة الفشل يعني ده ايه اللي انت بتقرأ منه ده ده تجميع العناوين اه ده تجميع العناوين لدارة حروض بتقيم الوضع بعد الانسحاب وانهاء العملية البرية في غاز يعني يعني هما بيوصفوه بانه انهاء غير معلن العملية البرية خلاص عمية الانسحاب الانسحاب ده انهاء للعملية البرية اه فبتنها دون التحقيق النتائج دون الانجازات طيب اه مش طيب اذا الاولان ده ان يدعو احرانوت بتقول ان هذا يعني فشل ايه وان الفم اسئول عن الفشل ده تانية عظيم جدا اللي هو مش خايف على بقاء اسرائيل خايف على بقاء هو وحكم فده من ضمن ال لا ما فيش جعل كل التفاصيل لكن لو مثلا ايه ثاني غير دعو احرانوت اه ففي اسرائيل هيوم بيقول القيادة الاسرائيلية اه تعرف ان ان في فخ هو هي بينصب امامها ومع ذلك اه لم نحقق النص بشكل واضح وده هيكون لي تأثير مزلزل وسلم للغاية على اسرائيل فهو الفكرة هل حققنا النص التام لا ما فيش نص التام في فشل اه بعد نص ساعة ده جريدة تانية اردس بعد نص عام من ان لها الحرب لم ننجح في ان نقرر ماذا نريد اه ده رأيها من الاول صحيح اه اذا دول تلت نمازج للإعلام الاسرائيلي بتعلق بشكل سلبي على مسألة سحب القوات اه وطبعا فيه غلاف كامل تحول الواجه رازل الانبوس تحول الى صور القتلة وانا عديت الصفوف بتاعة 398 سطر فبعت الحرك الصور حد بقى يعد الاسماء في كل سطر ففي المتوسط مش هيطلع الستمائرة الاربعة لإسرائيل اللي أعلنت عنه يعني الغلاف ده يلاقد الروار رسمية الإسرائيلية بشأن اعداد القتلة في قطاع غاز فده اه امر الامر التاني اللي بتكلم عن التحول في نظرة العالم الى اه الحرب دي ببعنا اليوم سبعة كان العالم ده السمكة الكتير عبر عن هذا الرأي بيرسم فيه العالم بيحتضل فتا إسرائيلي وبيبكي ومتعطب معاه وكده وبعد كده بعد نصف عام بعد ست شهور بيحتضل مقاوم فلسطيني بنفس الحجم بنفس العلين تقريبا وبرضه بيبكي عليه وبيركل الفتى الإسرائيلي من الكدر هو هو نفس فهو كانوا ساعتها بكونوا فيه أطفال بيتم قطع قصهم وانا شفت طلعه ما بيش حد شاف وكل سبعة 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 يعني كانت فيك نيوز للتأثير على الرأي العين أخبار من كاذبة آه بس الأخبار الكاذبة دي متبنيينها حتى هذه اللحظة السياسين الكبار يعني بايدن بوريت جونسون والإسرائيلي والسياس البريطاني المهم لسه أول مبارح كاتب في ديلي ميل على ما أذكر بيتكلم عن القتلى والمغتصبين من حماس آه الأمم المتحدة تكلمت عن القصة لأنه مهم أننا نشير أنه ما زال في قناعة أنه المقاومة تورطت مش بس في أعمال القتل ده بديهي ولكن تورطت في عمليات اغتصاب وده رأي تبنته حتى تقرير الأمم المتحدة من فترة آه يعني ما فيش أدلة على الحكاية دي لأنه هو بيقولوا فظائع أو بيهرم الحكاية دي فظائع إيه الفظائع أنا كنت أسيرة في غزة وكت حصل ما بيرقبون 14 ساعة يعني محدش قال مباشرة تنكير لا هم يتكلموا على ما حدث يوم سبعة يوم سبعة الحفلة طلع للحفلة يعني هو مرضود عليه غير المبالغات لا فيه فبراك قتل الأطفال دي ما فيش دليل عليه اللي هو قطعنا رؤوس أطفال دي كله يقول أنا سمعت أنا تقولت الأول شفت فين الصور أنت يعني فده جزء الجزء التاني اللي الحفلة اللي قاله ده هجبوا على حفلة الحفلة تم فضاها أول ما السوريق طلعت أنا الحقيقة ما أصدتش أن أنا يعني أعيد فتح الملف ده أنا أصدت أنه بمناسبة الكاريكاتير اللي بيقول أن العالم خلاص نبذ الطفل الإسرائيلي ومتبادل مقاومة بقول أن حتى الآن أنه عشان نبقى الناس في الصورة كاملة أن ما زال قطاع ليس قليل في المجتمع الغربي ومن النخب ما زالت طرح حماس على أنها فصيل بشع قاتل مغتصب يعني ده اللي أنا أصدت أقوله في المقابل في إبادة دون تمييز آه طبعا فهو الناس انتفضت عشان الستة البيض بتقول إجازة بولالنا ومقية الدول التي تحمل منظمة المطبخ المطبخ العالمي فده عشان هم بيض يعني دي عنصرية النساء بالخمسة وثلاثين ألف قتيل وماسك في الستة دول إزاي اتقتلت الستة وتحقيق ولازم تغير سياساتك أنا عندي سؤال إذا إذا افترضنا طبعا نحن قدمنا تفسيرات سحب القوات التفسير المعلن للحكومة الإسرائيلية ويجب أن يؤخذ على محمل الجد نحن نستعد صحنا محدش قدر يبلع التفسير ده يعني لكن احتمال والاحتمال التاني أن يا حضرك بتقول اللي انت بترجحه بتقول الإعلام الإسرائيلي بتقول هذا جزء من الإعلام الإسرائيلي بيقول هذا يعني قد يكون نهاية للعملية البرية وبيقول أن ده راجع للضغط الأمريكي أنا في حدود معلوماتي أن الأمريكان عاوزين القضاء على حبس بس يمكن بوسائل مختلفة فكيف تتوقع شكل العملية العسكرية في الأسابيع أو الشهور المقبلة وعشان الصورة بها واضحة للمشاهد في مجموعة داخل الجيش الإسرائيلي بيقول تقليل عدد السكان في رفح من مصلحات لهم دلوقتي السكان ما فيش حاجز بينهم وبين خانيونس والوسط مراسلين ولاس راحوا بعربيات كر ولاس راحوا ماشي راحوا فين على بيوتهم في خانيونس وفي الوسط فيش حاجز أمني ولا فيه حد خالص يقولهم تراح فين فده خلى ناس تقول الله له هبقى في رفح لا ما هو واتحرك من رفح طلع في الشمال لغاية ما لقى بيته في خانيونس أو في مخيمات الوسط عزيم ففيه ناس قالوا الله البيت ممكن لقعد فيه ممكن لرممه ممكن لصلحه فيه ناس تاني يأخدوا حاجات ورجعوا على رفح تاني ففيه نظرية إسرائيلية بتقول للتقليل عدد المحتشدين في منطرة رفح يفيد العملية طبعا إنما هو في نفس الوقت مطلب من مطالب حماس فهي حسب الحزبة إن أنت هتبقى قوات إسرائيل اللي هي موجودة في رفح وراك مقاومة وقمك مقاومة يعني إذا كنت إنت هتتخلص من جزء من الضغط في الجلوب ما هيبقى في شمالك إنت يعني تبقى أنت بين كماشا يعني أنت تزوز إن بعض العسكريين الإسرائيليين بيقولوا إن إحنا نسح بالقوات فالناس المحتشدين المئات الألاف الفلسطينيين هيروحوا في أماكن مختلفة مليون وربعملية ألف مليون وربعملية ألف هي رفح كل فيها مئة ألف السكان الأصليين دلوقتي بقى إلى مليون ومئتين ألف على الأل تبقى اللي عايزين نقللهم فخلخالة العدد الكبير ده معناها نموك العملية البرية تتم وفقا للمعايير الأمريكية بالضبط إخذ على حماس ولكن يعني بدون ما تورطنا في جينوسايد أو مسباحة جمعية بالضبط طبعا في اللهاية أنا أتوقع على غرار الشفاء خشوا عملية لوعية في رفح ضد مبلة بلدية أدي بلدية ترفح بلتصور على السلم بتاع بلدية ترفح وخلاص هل كده دخلت رفح وإنت يعني دايما شايف أن إسرائيل فشلة دايما شايف أن إسرائيل مش عارف تخطط يعني شايف أنه هل دا يعني أمنيات ولا أنت فعلا عندك دلائل بتقول أنه هم فشلوا لأنه تقريبا ما فيش عملية بتعملها إسرائيل إلا وطراها كأنه برضو هم مش عارفين يعملوا حاجة خالص لو في حاجة كنت أقول لي يعني مش أخب عليكم لما أنا بدور أخب عليكم لي أنا بدور بعدسة يعني أنه يكون في حاجة من أهداف الحرب بتحققت يعني بعد ست شهور وفي منطقة صغيرة جدا وفي جسر جوي بصر خسار إسرائيل استراتيجيا فادحة في هذا صحيح إزاي بقى ردع سقط دورها الوظيفة كمخلب قط في المنطقة اتضح اللي هي محتاجة تحالف دولي لحماية المخلب القط يعني القط نفسه عايز يجي عشان يحمي المخلب بتاع إه إنت دورك اللي إنت تحميني تبقى شرطي المنطقة شرطي أمريكا شرطي المنطقة للغرب للمصالح الغربية تأمل ليلة بقى للمنطقة دي كلها إلا ما إنت عايز حدف مرباب المندم عشان يوقف لك الحسيين حاملات تقرد في الجسر جوي وإذا تأخذ تعليف الجسر جوي تبتدي اللطميات لا إلا دي صدمة كبيرة الحاجة التانية الحرب الخطفة إسرائيل إيه قادرة لها تعمل حرب خطفة عشان قوات الاحتياط تعتمد عليهم والاقتصاد بيتشل فده خسائر لا يمكن تعودها اللي أنت جيت بتوعد الناس اللي هما ييجوا الأرض بترفيد عصلا ولا بلد إلا ما لقيت اللي هو لا يأبه بأرواح اليهود إلا أنت كنت بتقول أنا متقدم على الحوالية دول دول أحراش دول غابة دول عربية دي أنا الفيلا اللي وسط الأحراش أنا عندي قيمة الفرد مؤامة ده صحيح طالح اللي هو لو أبهر الحاجة بيقصفهم بالطائرات والدبابات وبيدخل بيقصف مواطني يعني بيقصف مواطني وبيديرهم غازات تنويتهم داخل الألفاء آه اللي هو بتكلم على المفروض محتجزين دول لإما تطلحهم بالقوة العسكرية والزكاة والدهاء لإما تطلحهم بصفقة بالمفاوضات الجنرالات موجودة في الألفاء بقالهم ستة شهور وانت سايفهم فما تقوليش تاني على قمة الفرض عزي مهم أنا أنا فعلا أؤيدك في هذا بس أنا حبيت أن أنا أطرح السؤال وأعبر عن برضو الطرف التاني اللي بيقول أنه الدكتور أحمد بيواخد اتجاه واحد يعني طيب هل تتوقع أنه العملية العسكرية في حال أنه حصل توقف ونأمل أن يحصل توقف بعد ستة شهر يعني تبقى شكل المسألة بقى عمليات نوعية يعني كما يسمونها زي ما أنت بتقول كده أنه يهجموا على مبنى يحاولوا أنه هم يصفوا عنصر من العناصر كيف تتوقع العملية العسكرية في الأيام المقبلة يعني موضوع تدمير حماس ده ولا زمنه أنا بالنسحب نسلم حدي دير القطاع أنا نسحبت وسيب حماس دير القطاع زي ما فده الجزء الجزء التاني وده يمكن يكون يستحق برضو التوقف أمامه اللي فيه رد إيراني قادم على درب القنصلية لاحظ السيد اللي هما ما بيعترفوش من اللي هما درب القنصلية في دمشق هما ما اعترفوش اللي درب حالي خالص هو بيقولوا اللي فيه حد درب مبنى مجاور للسفارة الإيرانية في دمشق المبنى ده كان فيه ضباط إيرانيين وهو مبنى تابع للكنصلية ملحق للكنصلية يعني هي أرض إيرانية في النهاية ففيه رد قادم قادم من إيران أعتقد الجزء من التكتيك الإسرائيلي تهيئة القوات للهجمة القادمة بمسيارات دي نقطة مهمة بسواريخ مباشرة من إيران فدي حالة التوارق واستدعم الفعل للدفاع الجوي قوات الاحتيار وأوكرانيا طلعت عرض هتلو أنتم بيستعلوش بالخبرة بتاعتنا ليه إحنا بيترمي علينا الطيارات المسيارة الإيرانية دي بقالنا سنة أنتم حتى مش معينين ملحق عسكري في أوكرانيا سفارة من سنوات في فرصة اللي تطلعون كده كلهم يغني على ليلى أساعدكم بس ساعدوني آه طبعا بين جمير وسموتريتش قالوا لأ أنت بتعمل إيه لازم عاملها فرفح وكل موسعة سموتريتش قال لاني أستمر لتناهو رئيسة اللزراء إذا ما كف يده على العملية الموسعة في رفح وبين جفير بقى على طريقة إيه أبويا أبويا لا عايز الحرب يا أبويا آه مصمم لا عايزين نكمل الحرب أنت قلت كذا نقطة مهمة آه في يعني في الفقرة الأخيرة دي أولا أنت لما أشرت إلى مسألة الرد الاستعداد للرد الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي بطائرات F-35 في سوريا صحيح لو كان من عدة أيام بتعتقد أنه تربط من الحدثين أنه ممكن يكون سحب القوات من غزة هو استعداد للأسوأ وهو هجوم من إيران صحيح إذن في عملية السحب لها عدة التفسيرات التفسير الأولاني خالص هو الاستجابة للضغوط الأمريكية اللي بتقول لهم بلاش عملية رفح ونحاول أن أحنا نحقق أهدفنا بوسائل أخرى التفسير اللي يبدو أنه القيادة الإسرائيلية تماهت معها وقالت على الأقل لو أنا وقفت العملية العسكرية دي كلها تحليلات يعني لأن الموقف الرسمي معلن الموقف الرسمي سحبنا القوات لتجهزهم للهجوم الكبير التفسير التاني أنه بالإضافة للاستعداد للهجوم الإيراني الكبير أنه والله إحنا من مصلحتنا برضو أنه ما نعملش الهجوم دلوقتي ويبقى في حرية حركة في القطاع فيحصل عملية خلخلة في الأكتر من مليون إنسان فلسطيني اللي عايشين في رفح يروحوا لأماكن مختلفة فيسهل علينا من وجهة نظره من الهجوم على ما تبقى من قوات حماس في رفح ونستطيع أنه ده قرار ما عجبش أقطب الحكومة أنت بنتكلم على اتنين من أهم أعضاء الحكومة اللي هم أهم أنصار نتنياهو وزير الأمن الداخلي بن جفير وسمو سموتريتش اللي هو وزير المالي صحيح ودوله هدده فعلا هدده بشكل مباشر ما فيش مؤربة وعشان نتنياهو ما يعملش العيب بتاعته اللي هو أو يبضوه على كده يعني مش كفاين انتوا تعملين مش تردينا بعملية نوعا بالزبط فده الوضع بس المؤشرات إرادة الفلسطيني اللي لم تنكسر هو عاوز دلوقتي الرأي البدا ترفع واللاس دي تطلع بالجالل ما حصلش ما أفرقش على المحتجزين بالقوة يعني هو الجالب هو دلوقتي اللي تلاقيه بيطلع تصريح لطيف بيقول لا تنتهي الحرب إلا إذا تم الإفراج عن المحتجزين ما ده كان متاح ما هو كان متاح والمقوة مش وغداهم عشان يعلنوا السلام وهم وغداهم عشان تعمل الصفقة يعني هي وغداهم عشان ترجعهم بس كان تغيير في الكلام في النبرة آه في النبرة هو قال ان الحربة تنتهي بنصر مطلق لا خلاص ويقتدي ذلك القضاء على حيز ولاحظة السيد الموضوع الترانسفير ولا زمنه برضه كان الزمال يقول لك مصر مسؤولة تاخدهم المعبر مفتوح عدوا على مصر مصر كان أكتر من وزير تكلم للمصر مسؤولة وقول الترحيل الجماعي يتم إحنا عايزين نقلل السكان في الحتة دي نقللهم فين في سينة اللبرة دي ولا زمالها برضه معدام الأهداف الحرب غير المكتوبة ماقدرش يعليلها إنما المتحدث العسكري باسم جيش اللي احتلال للإعلام الأجنبي قال وبعد كده تراجع وزير المالية تده فده تراجع مصحوب بإشارات لا تقطقها العين بشأن التسريبات بإيه المفاوضات في القاهرة مشا كويس ده كان سؤال التاني اه المفاوضات مصر المفاوضات ايه اللي بيحصل في القاهرة وصل مدير المخابرات الأمريكية وصل رئيس الوزراء القطري والجلب المقاوم أعلى اللي هو جاي يوم الحد اللي هو بارح مبكرا وفي آخر لحظة أعلنت إسرائيل اللي هي كمال موافقة لرئيس الموسى دي يجي رئيس الشباك واليوم صلاحات موسعة وإن بعد ما وصلوا إن فيه مرولة وإن هياخدوا المخرجات يعتمدوها من تل قبيب الأمر دا مصحوب برقم قياسي في إدخال الشاحنات إلى أقتر غزة 322 شاحنات يوميا آه ومصر ريالة اللي دا يستمر 300 كل يوم فال320 دا مش مر أو عدت وإذا ربطتوا بقى بالانسحاب القوات إذا استرابطتوا باستمرار المقاومة إن المقاومة لسه فيه رشقات من خالي يونس اللي أنت سهبها دلوقتي بعد ساعات من تخرجك الرشقات طلعت قبل ما تطلع استدوا منك أربعة فأنت مش ماشي بعد ما دمرت البنية التحتية الحماس في خالي يونس فهتخش على رفح إزاي وشمال القطاع غزة في موافقة من رئيس الموساد على العودة الناس بيتكلموا على التفاصيل الرجالي بوا ألفين في اليوم ولا يرجعوا إزاي تدريجي فده أمر طبعا محل تفاوض ما يعني إنك أنت بتربط المسائل ببعض بتقول إنه ما حدث من انسحاب القوات في غزة مطلب بالمطلب حماس إنتو عايزين إيه إلا معطى للسابقة ثلاث شروط الأول اللي إحنا بوافقين عليك آه الأعداد المسافات تقاضبت اللي هو أو الفجوة قلت فإنت بتربط ما بين سحب القوات و زيادة الإغاثة وزيادة الإغاثة للقطاع وعملية نواقف العدوان خلاص ما فيش هجوم دلوقتي مش قوات فإن تشت انتهجم أصلا آه لا ما فيه يعني ممكن بالطيران لا ما فيش يعني ضرب آه حتى الآن وبتقول إن دا مؤشر هذه قصة دانية وبتقول إن فيه مؤشر على انفراجة في المفاوضات طيب أنا كنت أسألك على أكثر من سؤال منهم السؤال طبعا على بالنسبة لنتنياهو نتنياهو إحنا قلنا الأسبوع اللي فات إنه الراجل عنده فتق في البطن أو يعني عنده فتق يعني أكيد في البطن مش كلا برضا آه العباء بتنزل في حاجة آه ماشي الحل فكان المفروض أنت استشارت أحد الأطباء وقال إن المفروض إن هو هيبقى في المستشفى لعدة أسابيع هو عشان بس التوضيح عشان فيه نزل استاد آه هو بيبقى في المستشفى من اليوم لتلاتة آه أوكي قعد اليوم بعد كده مفروض من الأسبوعين لستة في البيت آه إحنا لقناها تالي يوم بينط وبيتكلم وبيصرح آه وخلاص بيبارس حياته الطبيعية وبش بال عليه تألم أو بتاع فأنا رجعت البرتوكول وراء الدكتور حازم يعني إيه لقيت إنه لأ لازم دكتور حازم هو جراح كبير استشار الدكتور أحمد في عمل الفتقة يعمل الفتقة عملية بسيطة يعني مش عاوزة فقاله إنه لازم المفروض بعد ما يعطف المساس للإسبوعيل شتتة خاصة له غير مباشر في فتق مباشر وغير مباشر ما عليها المهم اللي برتوكول فعلا لازم اللي هو يبقى في المنزل الراحة على الأل إسبوعيل وده ما حصلش فقاله تبسيري وده تحليل ربنا كل خطأ اللي هو قام بزيارة سرية خارج إسرائيل رجع بالسياسات الجديدة دي اللي أغضبت اليمين الإسرائيلي تقصد أن ما كانش فيه عملية من الأساس فيش عملية للحاجة للتغطية على هو المكان الوحيد اللي يعني غير مقبول فيه اللي هو ييجي على لالو تم استقباله بحفاوة هو الإضارة الأمريكية اللي بيت لبيان ما دخلوش وفي السياق ده يمكن برضو الإشارة إلى سقطة للمخابرات الإسرائيلية متمثلة هارك علىها بعد إزماك حاضر بس يعني كده لأنه للتوضيح أنه فيما يتعلق بمسألة الفتق أي أن كانت أبو أكيد فيه تفسير يعني الدكتور أحمد بيكتهد في التفسير أنه طبيا المفروض ولو حد ممن يتابعنا من الأطباء ربما يصدق على ذلك ربما يكون لها رأي مختلف ما أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي كان هيدخل للمستشفى لفتق وده الفتق التاني فتق في 2013 فكان كلام الخبراء ولو الفتق ممكن ينتظر مدام مستعجل وأنه قائد فيه أثناء معركة لازم يدخل المستشفى لعملية فتق يبدأ فتق من درجة خطيرة وإذا دخل المستشفى هيحتاج إلى راحة يوم اثنين ثلاثة يعني ماشي في المستشفى ثم يقضي فترة راحة أسابيع عدة أسابيع هذا لم يحدث أنه أنا حتى كلمت الدكتور أحمد في نفس اليوم تاني يوم يعني الكلام ده كان يوم الاثنين تاني يوم كان نتنياهو بيتكلم بيعلق على عملية المطبخ ويمكن كتعملية كبيرة بالنسبة لإسرائيل هيهز صورتها المرة دي لم يقتل الفلسطينيين المرة دي قتل يعني أوروبيين ومن جنسيات مختلفة يعني تعالى لو حالك هو في المنزل وبيتكلم مثلا بالإنترنت والزروب ماشي مقبول لما هو تقنف حياته فأحد التفسيرات قد يكون هناك تفسير طبي وارد لكن فيه تفسير تاني آخر أنه هو لم يدخل المستشفى من أجل الفتق ربما دخل يعني يعني وربما يكون بقى فيه هدف خافي يتكشف عنه الأيام الدكتور أحمد ذهب إلى تفسير كامل عظم البحيد وقال أنه راح أمريكا ورجع بتقلي صعبة لكن ممكن يعني كل شيء وارد يعني على الأقل يتواصل معهم في مكان ما يعني طيب عظيم جدا إحنا ده فيما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي فيه نقطة تانية مهمة أنت مرت عليها مرور الكرام كده وهي فكرة الاستعداد للرد الإيراني أي الإيرانيين طبعا أذكر أصدقائي لو حد ما كانش متابع هم ضربوا مبنى تابع للقنصلة الإيرانية نقول القنصلة الإيرانية للإجاز في حي المزة في سوريا من عدة أيام صحيح وإيران توعدت بالرد صحيح ردهم على الأقل المتسربة للإعلان أن هذه المرة إيران لا ترغب في الرد عن طريق أحد الفصائل المؤيدة لها ولكن ترغب في الرد على إسرائيل بنفسها على هدف إسرائيلي صحيح هل الكلام ده صدى إيه في إسرائيل كان في حالة بالهستيريا اللي الرد ده جايوا بالجمعة اللي هل شيع الجلازة وللطلق بسواريخ إلى عبق إسرائيل الكلام ده الجمعة الماضية على الجمعة الماضية آه وحكي قالوا يوم السبت ده نحظرنا سيء معاه فأكيد هيدربونا يوم السبت وابتدى حلم الهلع اللي هو يا جماعة ما فيش داعي يجيبوا جريتور المؤلد الكهرباء يا جماعة ما فيش داعي أنتم تسحبوا الكاش من وله كل ده حصل آه ده حصل آه ما تخزنوش أكل المسائل يعني لو لو في حاجة هلقول لكم ده السلطات الإسرائيلية السلطات الإسرائيلية يسموها الجبهة الداخلية آه تعليمات تعيطلة ما فيش الحاجات تلاتة دول فأنتم يعني ما تحطوش تطش أنتم ما تعملوش كده لأنها تحصل أزمة كبيرة فده آه كان يوم الجمعة يوم السبت ودلوقتي بيتسارع الأمر بشكل الصفقة مع آه حماس أو مع المقاومة أعتقد يعني توجيه اللازر والتركيز على الجبهة دي اللي ممكن تفتح ليه بقى لأن السيد إدارها ترد هتنتقل الإدارة إيران هترد إيران هترد آه إسرائيل هترد على الرد آه لازم آه طبعا شكله لو طلع مهين للجالب الإيراني هتندلع بقى مواجهة شبلة في أقل من دقيقة بعد إذنك قطلنا على الناس وقطلنا عليكم أنت أصلا مريد ألف سلام عليك يعني أنه إحنا بقدر ما بنتكلم على كل دي أخبار تعتبر إيجابية الحقيقة نأمل خيرا إحنا بنتكلم على المعطيات أنه يحصل وقف إطلاق نار أنه نسترجع إلى بيوتهم تبتيل الأمور تعود إلى طبيعتها إنما في المقابل عندنا ملف خطير جدا أنه الحرب بتضع أوزرها كما نأمل لكن بتشتعل الخلافات ما بين فتح وحماس بشكل مؤلم آه دي يعني في كابسولة كده أو وقفة مع الشقيق يعني بصراحة التصريحات الملفلتة لا تصب ومع فيه طبعا لما مقدرهم ومقدر التضحيات و تتكلم على أيهم اللي فتح الشعبية قالت أو 7% أو حاجة شعبيتها شعبيتها ضعيفة جدا ليه؟ لأنها لا تحصل على شيء من الجالب الإسرائيلي الناس بتعتقل تعتقل البيوت تتهد في الضرفة التان فيه ترحيل على غزة يترحل فيه انتهاكل الأقصى يعني فأنا مش عايزين يعني نضغط عليه قوي إلا ما أنتوا الشقيق الأكبر أنتوا الرصاصة الأولى من المقاومة انطلقت من عندك ما ينفعش أنتوا بتتعالوا على حماس وتقولوا لأ ويجوا بشروطنا وإحنا شايفين الرؤية بتاعتنا هي اللي هتمشي لا لا بحث على الأرضية مشترك الجالب الحمسوي يعني أنا برضو أأخذ عليه يوم 7 أكتوبر كان فيه بعد المشاهد في الإعلام مش في صالحنا مش في صالحنا تجاوزات تجاوزات وطفل ومش طفل وقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدا تشرب تواغده عشان نتاخد طفل كفاية مش هتغاله دينه كمان يعني الحاجة اللي بعدها دلوقتي إن لا بيشتبكوا مع فتح وبيتنامزوا بالتضييق وهكذا وإن فيه اتهمات بشكل حولات اختراق قطاع غزة فمش وقته يعني لا يز التصلحات الملفلة من الحماس تكررت إحنا قدام فرصة لتحقيق صفقة جيدة تترجم التضحيات إلى نتائج ملموسة تلجم العدوان وفي تأييد دولي في قانون دولي محكمة العدل بتتحرك فيه سبعة من القدس التاشر قالوا يوم الخميس إحنا عايزين وقفة لقفاون إحنا عايزين كمالة ليل فوق السبعة فعلى قصدي إنه ما نخشش في معارض الجانبية لمحص على الأرضية المشتركة وده يعني لصيحة بالمحب بالقلب القهار نتمنى ذلك ولو إن للأسف الشديد يعني المؤشرات التي أرصدها يعني وأتمنى أكون خاطئا إنه إحنا نخرج من الحرب الصغرى على يعني متاهة قصوتها إلى حرب أكبر وهي الخلافات ما بين الفصائل الفلسطينية شيء مؤسف أتمنى يكون استنتاجي أو المؤشرات التي تظهر لنا بالمناسبة اليوم التالي لتليه لي كاركتان مطيف يعبر بعضه على الأزمة إسرائيل اللي هو بيبص على اليوم التالي بلندارة معظمة مزدودة نأمل أن ندارة الفصائل الفلسطينية تكون مفتوحة على المصالحة ويعني يا ناشك أنا شكر جدا لك معنا دكتور أشكرك وشكر جدا لحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة ومتطيبة دكتور شكري كل سنة وحضراتكم طيبين عيد سعيد على كل الناس إن شاء الله ويكون عيد خير وسلام ونلقاكم بعد عيد الفطرة على خير إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر